عملنا كل حاجة وإن شاء الله رب يبقى التوفيق معنا الفترة اللي جاء لكلنا وأتمنى لكم كلكم التوفيق يا كابتن يعني طبعا ده كلام كابتن شوقي وكلام حجازي وكلام رمضان الحقيقة كلام معظمه محترم جدا لكن فيه حاجات معينة بالنسبة لي غير مفهومة يعني ليه كابتن شوقي بعد الأول كلمة رح قال لك أنه مش غلط أنه نتغلب من البرازيل 1-0 بس يعني كلام خلاص أنا في رأيي أنه ما ينفعش نوع يتقال وما ينفعش نوع يبقى متصور ومتصور من الناس بتاعت الميديا بتاعت المنتخب وما بقوت للصحفيين كلهم الهزيمة أمام البرازيل متحضرة هنعمل ايه البلان بتاعنا لما نتغلب هنعمل ايه هنطلع نتكلم نقول كذا والناس هتصورنا وهنطلع طبعا كلام رمضان كلام محترم جدا كلام حجازي طبعا كلام محترم جدا أنهما الناس الكبار جم وانخرطوا في الفريق وأنهما انضموا للمجموعة وأنه هو راجل إدى الكابتن الرمضان كلام كله ده جميل جدا لكن كلمة كابتن شوقي ان احنا عادي يعني اتغلبنا واتغلبنا من برازيل 1-0 بتوصل لكم نفس المسج اللي انا كتبالها لكم قبل الفيديوهات دي ان كابتن شوقي كان سعيد بالنتيجة كده مش سعيد لكن اخرج كده اخرج كده مش مشكلة اخرج 1-0 وابق اسمي اتغلبت من برازيل 1-0 وده يعني انا حسيته من خلال مجريات سير اللقاء بنلعب 3 لغاية اخر الماتش فيه تحفظ ان انا ميخشش فيها التاني مفيش اي ريسك اتاخد ريسك تكتيكي حتى في الملعب او مخاطرة في الملعب اتاخدت ان انا حاول ان ارجع اللقاء مفيش اي رد فعل وانا بقول لكم الرسالة اللي كانت واصلة حتى بطريقة غير مباشرة نطلع كده وحرام والله حرام لانا عندنا لعيبة كويسة والنهاردة انتشوفتوا في رقبة البرازيل يعني طبعا عندهم لعيبة اكيد مميزين اكتر من عندنا لعيبة بتلعب في قندية اوروبية كبيرة لكن ليه احنا ما عندناش ليه فكرة ان احنا عندنا كان جالنا وقت كان عندنا فيه لعيبة صغرة كتير بتسافر وموجودة في قندية كبيرة ليه دلوقتي انا حاسس ان الفكرة دي بتدت تعتل تاني بتدت تموت تاني يعني فكرة ان اللعيب مصر صغر يسافر يحترف ما بقتش سهلة نعمل ايه الناس اللي المفروض مسكين الكرة في مصر المفروض ان هو جزء من مهام عملهم انهم ما يطوروا احنا النهاردة المنظر بتاع المنتخب انا بقول لكم منظر مقلق اي حد يقول لكم كلام كل واحد حر في رأيه طبعا لكن اي حد يقول لكم كلام غير ده يبقى راجل ليه مصالح مع الناس دي انا مليش مصالح معهم في حاجة احترامي انا اسف يعني اي حد بيقول كلام ان احنا النهاردة يعني غير ان النهاردة شكلنا واقش حتى لو بتلعب ببرازين انت مفروض ان ده ماتش كرة اي حد يقول لكم مصر اتغلبت في كاس قراب ببرازين انت لغى اتنين لقد لغى دلوقتي الجماهين المصالحة كلها بتتغنى بالماتش ده لانك لعبت كرة ولعبت كرة هجومية وانت مغلوب حاولت ان انت هترجع وجبت جولين وانما المنظر يبقى بالشكل ده النهاردة لو لا لو لا تقلق الشناوي النهاردة او ان هو رجل واقف صحة في كل الكرة اللي بتجيله والكرة اللي شالها الوينش اللي بالعرض الشوط التاني اللي شالها مقدام ريت شارلسون يعني لو لا ان الناس دي واقفة على رجليها واحجازي طبعا كان مميز غير كده انت تتشيل النهاردة تتغلب 4-5 رغم ان انا بقول لكم ببرازين بيلعبونا بقى اقل مجهود ممكن بيلعبونا يعني كده هناخد الماتش كده ونمشي يعني في الجول في الجول اللي دخل اللي دخل فينا الراجل اكرم توفيق وهو بيرد ردد لبرة معرفش رد لبرة ليه رغم ان هو عمل طبعا بطولة كبيرة و انا اسف عمار حمدي راجل ردد متأخر مفروض يرد اسرع من كده كرة تلعبت الراجل مستلم الكرة على نقطة كأنه بيلعب فريق هو ورحضتها طبعا عنده كل الوقت اللي يقدر ان هو يحدد زاويته وحطها في حتة طبعا كانت صعبة على الشناوي لكن تاني بأكد لكم الكلام احنا ممكن نتغلب عادي انما الكلام بصراحة اللي بعد ماتش ده مش عاجبني اللي هو احنا اتغلبنا بس اتغلبنا بالبرازيل الواحد صفر وان انا اجيب الناس بتاعت الميديا بتاعتي تصور الكلام ده وتبعته للصحفيين دي اسمها بطانة اعلامية للهزيمة بطانة اعلامية للهزيمة ان انا محضر الناس بها هيق الناس لحتها معينة لا انت ماشي او انت هيق لكن احنا بقى احنا ناس بتاع كورا وعارفين وعمرنا ما هنتجنى على حد ان انا ده منتخب مصر وعمرنا ما هنتجنى على حد لكن فعلا النهاردة شكل المنتخب واقش يعني مصر لما لعبت قدام استراليا كورا وهاجمت ولعبت طبعا في فانق بين استراليا وببرازيل بس لما لعبت وعلى فكرة برضه انا مش مجنون مش بقول لكابتن شاو ان مهاردة كان المفروض يلعب مطش مفتوح ولا بتاعلك النهاردة وانا مغلوب وكده كده هطلع من البطولة لازم اخد مخاطرة لازم اقلبها اربعة لازم النهاردة اقلبها اربعة وباك رايت وباك لفت ونحيته الكورا بيهاجم وواحد من لعبت الدايرة بيخش على طول موجود قدام التمنتاشر وابتدي يبقى عندي شراسة هجومية